بعيدا عن منظور معاقبت السلطة وبعيدا عن منظور الانتخاب الأديولوجي اللي تفضلت فيه برأيك حزب الاس بي او بماذا أخطأ حتى خرج من المستشارية النمساوية ما أخطأ حزب الاشتراك كانت عناد وصراع بين سيبيستان كورتز وحزب الاشتراكي يعرف بيف وختلفوا مع بعضهم ومن وقت البشر راحت اتجهت لحزب الحرية وصواتوه وارتفعت أصواته وعملوا حكومة اندماج ما مشي الحال فيش لات راحت امت ايجت فضيحته لاشتراكي وعملوا انتخابات بعدين فضيحته لسيبيستان كورس كل هذه محسوبة عرفت كيف محسوبة عند الناخب عند هاي الطبقة اللي بتكسدير عرفت كيف لا لا بعيدا عن النقطة هل حزب الاسبيو برأيك أخطأ أو يعني أساءل للناخب النمساوي حتى اتجهوا إلى اليمين واتجهوا إلى حزب الشعب مثلا طبعا من ناحية التواصل الاستراتيجي السياسي بين الأحزاب حزب الاشتراكي أخطأ مع سيبيستان كورس عرفت كيف لسالة خصائر يعني ما كان لازم توصال القضية لهون انه ينفصلوا هذا الانفصال او عمل صدمي عرفت كيف وعمل تشويش إذا ما كان في لا كورونا ولا في أوكراينا عمل تشويش على الناخب عرفت كيف فجأة فاقه كان يعني مثل حلم وفاق هيك شاف الدنيا هرت وما بقى فجأة وحده أنا كنت ضد هالموقف هذا طيب دكتورة إشراقة نفس السؤال إليك ولكن بطريقة مختلفة هل برأيك حزب الاسبيو أخطأ يعني حتى أنه هي فعليا خرجة من السشارية ولكن من منظور صعود حزب الكي بي او اليوم يوجد ما يصل إلى عشرة أحزاب موجودة الآن في الشوارع تجمع الطفويدات لازم 2500 طفويد يكون عندهم حتى يدروا يترشحوا للإتخابات المقبلة برأيك حزب الاسبيو بماذا أخطأ حتى خرج الكثير من بطنه كما يقال من بطنه إلى الكي بأو يمكن إلى الخضر يمكن منهم إلى حزب الشعب وهذه التنقلات وأنا طبعا ما بسمينه هو يعني أخطأ ممكن الأحزاب الثانية تكون لعبة دور كبير جدا وزي ما ذكرت على الاسبيو لاعب دور في يعني ما في حزب يعني ممكن يكون مثله في التعبئة يعني عنده قدرة على التعبئة الاسبيو الاسبيو أفو نعم وده اللي خلى إنه الأصوات تقل عند الاسبيو صحيح الاسبيو في أخطاء كثيرة ممكن يكون ارتكبها يعني في سياساته بدلل إنه يعني إذا نفس السياسة المتبعة في فيينا هممكن يحكم في مقاطعات تانية ويكون في البندس كلها لكن يعني السياسة الموجودة في فيينا هي ما كنت بستغرب إنه يعني مختلفة طيب ليه الاسبيو قاعد يفوص في فيينا دائما ممكن تشكيلة تشكيلة سكانية مختلفة واعتبار فيه غالبية كبيرة من الأجانب وممكن برضو البرنامج أنا برجع ثاني للبرنامج الانتخابي وقوة التعبئة الإعلامية اللي قاعد يشتغل عليها حزب الحرية طيب يعني يعني السؤال كمان لسه بيطرح نفسه يعني أنه خروج الأحزاب يعني هاي الأحزاب الجديدة خاصة الحزب الشيوعي اللي هو فعليا هلأ هو بيحكم بيقراتس يعني وصار فيه إله بلش يصعد للساحة أليس هذا بسبب خيبة الأمل منه الذي كان فعليا مع الاسبيو وصار ما بيشوف نفسه بالاسبيو فيه مين اتجه للخضر وحتى فيه ناس أن الخضر طلعت منه وصارت تتجه للكي بي او والخضر الجدد أنه فيه حالة من الإحباط هاي كيف تقرأ دكتور إفراق هو طبعا فيه تغيرات سياسية كبيرة جدا وما نعتقد أنه اللي بيحصل فيه مناطقنا يعني منطقة الشرقة أوسطية قاعد يرمي بيظلاله على وعينا حتى على اللاوعي فديه لعبة دور كبير جدا فأنا بفتكر أنه يعني وده برقيحنا تاني لملف الهجرة لأنه لو لاحظت كل الأحزاب شغالة على ملف الهجرة يعني بتضرب عليك أنما هو الكارثة الوحيدة اللي تسببت في تغيرات المناخ اللي تسببت في تدهور الاقتصاد ربما تسببت في كورونا وفي كل الفيروسات اللي حاصلة فأنا بفتكر أنه يعني التعبئة اللي شغالين عليها الـ FBO ممكن يشتغل عليها الـ SBO يغير الطريقة بتاعته ماليك برنامج السيد بابلر يعني كان حافل صراحة وأثر على موضوع أنه الزام إدماج اللاجئين يعني بصراحة يمكن هاي النقطة اللي هو لمس الخلل الموجود بحالة المهاجرين والفوضى يمكن اللي خاصة اللي انتشرت بالفترة الأخيرة في فيينا قالك أنا من أحد البرامج عندي هي الاندماج الحقيقي للاجئين والمهاجرين وإن كان من تعليم اللغة إن كان الانتقال إلى سوق العمل هل هذا الشيء برأيك فعليا رح يقدر يأخرجوا من خطاب من خطاب الف بي او الشعب واللي بترفضلتي باستقطب وقابل لأنه فعليا يعني من خلال الخطاب الإعلامي والسوشال ميديا ووو يقدر يجيب الناخب طبعا وما ننسى إنه الأصوات الناخبية يعني من المهاجرين دي أصوات مش سهلة يعني هم عندهم ونقول لك يا دا شتم السالك يعني صوت واحد يفرق نعم أحد التعليقات صراحة يعني طبعا تعليق سابق عما يمعلق على الاستطلاب يقول لي سمعت من الناس كثيرين أنهم لو أنهم يملكون حق الانتخاب لانتخبوا اليمين لوضع حد لمشكلة العصابات التي باتت تقلق الأهالي بشكل كبير يعني هل اليمين فعليا يعني مثلا هل اليمين فعليا رح يقدر يحط حد لهذه النقطة هو اليمين أنا بأعتقد اليمين هو من تسبب في هذه المشكلة لأن هؤلاء الشباب إذا وجدت لهم كورسات بتاعة اللغة تأحيل مهني نعم أكيد ما كان حيمشوا في الطريق ده تأحيل نفسي نعم نعم إذا ده غائب معالجة أسباب المشكلة بالضبط نعم بالضبط تماما أسباب المشكلة تضع يدك على الجرح وتحاول تعالج المشكلة لكن مش تخلي إنه لا يكون فيه يعني عمل لا تكون فيه كورسات بتاعة اللغة شي طبيعي هنا يعني بالضغط اللي أنا أصلا جاي من منطقة ومبوءة بالحروب ومبوءة بالإفقار وأكون إنسان طبيعي وأكون إنسان طبيعي مستحيلة طب مما إنك أنا أخذت اليو يبقى مفروض أستمتع بكل الحقوق المنصوصة عليها في المواثقة الدولية اللي بتحفظ حقي كلايئ أو كلايئة نعم لكن ما أعتقد إنه الـ FBO يعني هيحارب مثل هذه المشاكل وبهذه الطريقة سيستخدمها إعلاميا للاستقطاع بعض بين الناخبين ولكن هو لن يستطيع أن يحل المشكلة طبعا حزب الشعب حزب الشعب السيد يعني كارل نيهامر المستشار النمساوي الحالي قال دائما حزب الحرية يتفنن بوصف المشاكل ولكن قطعا ليس لديه أي أي خطة لحل أي مشكلة يعني سؤال أخير السيد رفع طبعا لكم أنه فعليا برأيك هل فعلا هل حزب الاشتراكي يستطيع أن يخترق يعني نحن يعني خلال شهرين تقريبا من اليوم تتقون الانتخابات شهرين وعشرة أيام تقريبا الانتخابات النمساوية برأيك هل يستطيع أن يخرق أنا عندي أمل فقط مثل ما قلت لك نفسيا أنه الناخب النمساوي تجي العقلانية والإضاءات اللي صارت الصعود اليسار بفرنسا وبريطانيا ممكن يرفع النسبة شوي ولكن هذا التحسن الدراماتيكي ما راح يصير لأسف عرفت كيف لأنه شوف النمسا من أيام الامبراطورية إلى التسعينات كانوا المهاجرين معروفين من شرق أوروبا شرق أوروبا وتركيا عرف كيف أحمد من بعد عام 2006 وإلى اليوم صارت كمية المهاجرين من خارج شرق أوروبا من أفريقيا وآسيا وهي دي ارتفعت كثير وهذا شكل شو بيقول صدمة في في الزاكرة النمساوية أنه كانوا متعودين على مهاجرين من شرق أوروبا وتركيا فقط عرف كيف هذا التعدد المهاجرين من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية عمل يعني لبك التفكير النمساوي خاصة بشرق بشرق النمسا اللي هي فيينا وهالمنطقة هيدا طول عمرهم متعودين على مهاجرين من شرق أوروبا وين كانت الأمبراطورية النمساوية عرف كيف نعم 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 دكتورة إشراقة نفس العملية يعني برأيك هل فعليا هل تتأملي بأنه فعليا يصل السيد بابلر إلى المستشارية النمساوية حتى ولو كان مؤتلف مع أحد الأحزاب بتوقع طبعا إذا حدث إتلاف بتوقع وحرجح تاني القوة بتحت الف بي او يعني وسطوة الإعلامية قوية نعم فهي دي المشكلة لكن برضو فيه إشكال تانية أنا بلاحظ عند المهاجرين بعض المهاجرين والمهاجرات اللي حاصلين على الجنسية النمساوية أنا بعرف أنه في انتخابات الاتحاد الأوروبي فبعضهم ما راحوا أدل بصوته وأنا بفتكر أنه ده سلوك سلبي للغاية فبتمنى أنه في الانتخابات القادمة يعني إذا فاكرين أنه اللي حيحصل ما حيؤثر عليهم في بيوتهم فيفق ده يعني فيه